أهلا بحضراتكم من جديد عاد الأهلي لصدارة بطولة الدوري بشكل سريع جدا جدا في الحقيقة بعد تعادل النادي الزمالك بالأمس مع فريق أسوان بنتيجة سلبية فبالتالي الأهلي بيتصدر الترتيب برصيد 20 نقطة بالتساوي مع نادي الزمالك لكن أفضلية النادي الأهلي في أهدافه الكثيرة هذا الموسم لكن الأهم والأكثر أهمية حتى لو أنت رجعت بسرعة لصدارة الدوري ومكانك الطبيعي واللي متعود عليه دايما جمهورك لازم جدا أنك تحافظ على هذه الصدارة حتى لو بشكل مؤقت قبل ما تسافر لكأس العالم للأندي هتحافظ إزاي أنك بإذن الله واحد أحد تكسب بيراميدز في مباراة بعد بكرة إن شاء الله تعالى المباراة اللي هتلعب فيه استياد الدفاع الجوي الساعة 7 ونصف مساء مباراة غاية في القوة غاية في الندية ليها حسابات كثيرة جدا جدا كلنا مدركينها وعارفينها بشكل كبير قوي مباراة صعبة مفيش اتنين يختلفوا على كده في راميدز عندهم عناصر مميزة في الحقيقة فرقة قوية حتى لو مستواهم مزبزب بشكل كبير جدا في بطولة الدوري بيتعرضوا لتعادلات كثيرة انتصارات قليلة لكن في كل الأحوال هم بيبقى أحد أهدافهم الرئاسية عشان نبقى متفقين اللي بيشتغلوا عليه كله ان هم يكسبوا الأهل هم كلهم يعني هناك دماغهم ان انت أنا بيجيب تعقودات وبيعمل كل حاجة آه ممكن ممكن الحظ يساعدني ان انا نفس على الدوري وده مش واضح لحد دلوقتي لكن الهدف الرئيسي ان هم يعملوا ايه ان هم يكسبوا النادي الأهل هو ده هدفهم الأساسي فهنا مش عايزين نديهم الفرصة دي بإذن الله يعني من خلال ايه من خلال لعبتنا الرجالة لعبة النادي الأهلي جاز الفني المميز والمحترم وان شاء الله بإذن الله بإذن الله نشوف أداء جيد من النادي الأهلي والأهم من الأداء النتيجة لان انت كمان بعد هذه المباراة مهمة قوي قوي معنويا تكون فايع قبل بطولة كأس العالم الأندية بطولة مهمة عندنا فيها بعض التمانيات والأحلام ليه لا محقنا جدا ان احنا نحلم حتى لو انت ممكن تقابل بايرن وكلام من ده اه طبعا هتبقى في صعوبة كبيرة في تخطي بايرن ده أمر مسلم به يعني لكن في كل الأحوال هتحاول وهي كرة القدم في الأول في الأخر لكن برضو لازم نأكد على حضراتكم ونأكد على بعضنا ان احنا بناخد كل مباراة خطوة بخطوة اول مباراة عندك بيرامدز لما هتروح للدحيل هو ده كأس العالم بالنسبة لك مباراة الدحيل بس فبالتالي انت هتلعب على انك تلعب مباراة الدحيل دي وتكسبها مش هتفكر في بايرن لو فكرت في بايرن ممكن تخسر فبالتالي نتائج مش هتبقى بالشكل مطلوب فريق الدحيل فريق قوي جدا لكن انا مش عايزة نروح لكأس العالم بدري بدري عندنا كواليس كتير جدا هتكون في طول الكأس العالم لان ده لك متحديد بعد ما ننتهي من المهمة الاهم حاليا وهي مباراة بيرامدز بإذن الله تعالى